كنتو كابتن ميدو لما كان موجود في النادي كنتو مبسطين كأبناء الإسماعيلي مبسطين طبعاً وكان فيه دعم وفيه مسند عشان كان اللي بيتقال دايماً أنه كان بيبقى فيه زي دي أو زعل النميدو موجود لا يمكن هو حتى حس بكلام ده وعرف الكلام ده كلنا كلمنا ومسندين وكلنا كنا دعمين ليه لأنه ده ندينا أقول الآخر إحنا النادي الإسماعيلي يهمنا نجاح النادي الإسماعيلي هو جاي عشان ينجح النادي الإسماعيلي نسمى لدنا دينا ده كيانة ده اللي هو احنا من غيره نقل كتير قوي نسمى اللي هو لدنا الشهرة هو لدنا الحب هو لدنا كل حاجة فانا بقولك انا دايما مقول انا بقولها وكلنا ده رد جميل للنادي الاسماعيل النهاردة اما اضافنا الكابتين احمد العجوز في الظروف الصعبة كمدير للكرة لا اضاف كتير جدا نجم كبير نجم الجيل بتاع التسعين اللي خدوا بطولة معنجوم كبيرة جدا خدت بطولة التسعين مش هقول مين ومين ومين عشان هانسى ناس فيهم لكن لكن العجوز اضافة كبيرة جدا للجهاز الفني وعمل انضباط وعمل نظام وكان فيه تفاهم كبير جدا بينه بين الكابتين حمزة الجمل والجهاز الفني شخصية محترمة جدا الكابتين حمزة الجمل وتقولت كلمة مهمة دلوقتي اولي كان فيه تفاهم بينه وبين تفاهم كبير بينه وبين الكابتين حمزة الجمل هل التفاهم ده ما كانش موجود بين الكابتل حمزة الجابن حسن عبدالربو قبل كده؟ لا كان موجود ونجحه حسني كان موجود مع حمزة قبل كده وعملوا وعادوا الحمد لله بس حسن معلوماتي انه ما كانش فيه تفاهم بعد كده حصل يعني شوية حاجات يعني ايه عقارة صفه هذا التفاهم بالعلاقة يمكن ما بقتش احسن مش غريبا ان حسن عبدالربو يعني ملوش وجود كبير دلوقتي في الاسماعيلي في الظروف ديت بص اقول لحضرك حاجة اسكري حسني زي ولادي النادي كتير جدا نجم معنجون كتير جدا وكبر جدا بيبقى لي دور في وقته معين هو قبله والنادي استعم بيه والحمد لله اشتغل فترة وكان النادي زي ما بقولك عدى الظروف الصعبة جاء هتقول مثلا حسني هتقول الكابتن النجم الكبير محمد صلاح ابو جريش يعني نجم من النادي والهدف التاريخ النادي اسماعيلي وجوم كبير جدا انا مش عايزة انسى حد يعني انا مش عايزة اقول اسم محمد حمص واسماء اخرى كسي موجود حمص في الجهاز يعني فيه ناس كتير جدا فيه كابتن فوزي جمال كابتن النادي والبطولات فيه كابتن مشير عبدالصمد فيه يعني فيه جوم كتير فيه كابتن عطف عبدالعزيز كم صفقة من الستاشر اللي اتعاملوا الموسم دوت فادوز الاسماعيلي انت متيجة هتلاقي قليلين كانت تقريبا مش ستاشر يا كابتن عبدالعزيز انت النهارده مين النهارده هتقول مين اضاف للنادي ايوه مين هيستمر مع النادي النهارده النادي زي ما انت قلت انا بجيب اللجان جابت لعيبها او فيه المجلس ادارة جاب حد جاب نوعظم اللاعبين كويس جاب حد في لاجنة فنية ولا جاب وكيل لا يعني زي ما حدارك بتقول كان فيه وكيل هما وكلوه او جابوه عشان يجيب لعيبها اللي ندي فنتفضل بقى هاتلي انت عايشه ما فيش بقى جاس بيختاروا لاجنة فنية فدي مشكلة كبيرة انت النهارده ما بتقول فيه لاجنة فنية فلان وفلان 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 مين ومين ومين هم المسئين عن احلال وتجديد الفريق سواء لعيبة ترحل او سواء لعيبة هتيجي عظيم تقبل حضرتك احنا برضو عشان ما نعديش الادارات احنا بنقول اي حد تولى في الظروف صعبة هنقوله شكرا هنقوله قد ترخيرك فاحنا بنقول اللجنة اللي جات وشالت النادي في الظروف الصعبة جدا اللي هو ابو بكر وكابتن شيحة وكابتن الحفني وكل برضو عشان منساش هنسى فبقول كله باللجوم كابتن ابو طاليوم موكر قد ترخيركم